مركز الشيخ ناصر للبحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي من المراكز المتقدمة والمتطورة وذلك بما يوفره من بيئة متطورة للبحث والابتكار بالإضافة إلى تقديم الحلول المتقدمة والمبتكرة للمؤسسات العامة والخاصة بهدف تعزيز دور مملكة البحرين كمركز رائد في مجال الابتكار والتطوير التقني وتحفيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مجال الذكاء الاصطناعي فقد قام المركز بعقد العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الوزارات الحكومية بالإضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص ما يساهم في تطوير العمل في تلك المؤسسات ومؤسسات استثمار التكنولوجيا للارتقاء بالعمل الحكومي وتحسين جودة مخرجاته من الخدمات والحلول المبتكرة المقدمة للمجتمع شهادات عالمية وخبرات شبابية بحرينية قادرة على الإبداع والتمييز وإطلاق المشاريع المتميزة والمبتكرة من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات يضمها مركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي مركز سمو الشيخ ناصر للبحوث وتطوير في الذكاء الاصطناعي يعتبر أكبر مركز على مستوى البحرين ومن الأولى المراكز في المنطقة في تطوير حلول في ذكاء الاصطناعي هناك نماذج حية باستفادات قصوى منهم من ناحية تقليل التكلفة ازدياد الانتاجية والجودة وأيضا تعلم الآلة اليوم قاعد يطور عمل المهندسين بحيث أن يروج في ذكالة صناعية بعد احتياجاتهم وأشياء يمكن وهم ما كانوا محطين في الحسبان من ناحية سواء الجودة أو الصيانة اليوم نحن نطلق من البحرين إلى دوليا وبالأخص في المنطقة الخليج وشراكات أيضا ممكن نقدم لهم حلول وإنجازات التي طبقناهم في البحرين اللي يميزنا نحن نطبق حلول في ذكاء الاصطناعي على مستوى الشركات وحسب احتياجاتهم الخاصة مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية ومعايير استدامتها بالإضافة إلى أفضل وحدث المعايير الدولية في التدابير الأمنية التي يعمل من خلالها المركز ليكون الذراع الأساسي مع المؤسسات الوطنية التي تبرم اتفاقيات لوضع المزيد من البرامج المتطورة والمتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع المركز نحن في المركز نساهم في تطوير الذكاء الاصطناعي ودخاله في المعاملات اليومية للشركات في عدة مجالات مختلفة في الوطن بحيث نحن ندخل في مجالات مثل مجالة الصحة مجالات الغاز ونحن نهدف أن ندخل أكبر عدد ممكن من المجالات ونطورها عشان نزيد كفاءتها باستخدام الذكاء الاصطناعي صناعة برامج تحتوي على الذكاء الاصطناعي منها تسد الثقرات للشركات في القطاعات المختلفة مثل القطاع المالي والصحي ومن خلالها نعمل على برامج مصنعة خصيصاً لسد الثقرات للشركات والقطاعات التي تسد احتياجاتهم من خلال تقليل الجهد والوقت في عملهم اليومي بحوث متواصلة وعمل دؤوب حقق إنجازات لافتة على المستوى المحلي والخارجي حتى بات المركز من أبرز وأهم الجهات المتقصصة في بحوث وحلول الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى المشاريع المبتكرة على مستوى العالم بحوث وحلول تقنية متقدمة تسعى إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات يقدمها مركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي وذلك من خلال التعاون مع مختلف المؤسسات المحلية لاستحداث الحلول المبتكرة التي تسهم في تعزيز الإنتاج وسرعة الإنجاز في تلك الجهات خولة لقرينيس بمركز الأخبار تلفزيون البحرين